يا زن قاعد مع ياسين على القهوة وايه بيشربوا شاي شفت مع فلوسة دي جابهم ازاي في كم ساعة دي وانا اشعرفني مانا كنت متلقح معاك باس انا بقى عندي فكرة بكرة الصبح نسح من النجمة ونقف قدام الباب عشان نرقبه وهو نازل ونعرف رايح على فين ماشي اتفقنا طب عزمني على ساندويتشات كبدة من على العربية يا ابني بلاش عرف دي كبدة رخيصة اياك ثم اياك تغلط في الكبدة دي كبدة كلابي انما ايه هد بقى الله يقرفك خد هات لنفسك انت ايه العرف ده ويا زن طلب ساندويتشات وشوية الساندويتشات وصلت وقعت بياكل وفجأة شاف كلب وكان واقف بيبصله هش يا عم هش بقى ايه في ايه انت بصصلي في اللقمة يكونش يعني بكون لحمة بوك والكلب هاو هاو عليه ولا يزن الكلب عينه كلها شر شكل الكبدة دي حد من قريبه والكلب هاو هاو اكتر ويا زن رايح على ساندويتشات ايه ده ايه ده تصدق فعلا ان الكبدة دي شكله بتاعت امه او ابوه او يمكن اخوه يا امي ويا زن رامي الساندويتشات وطالع يجري ويكل بورا وياسين بيدحك على منظره الحقني يا لا الحقني هيكلني الحقني تستاهل عشان التفصل انت فيها يا زن ما تهزرش بقى يا زن انا خايف وتاني يوم كانوا الاتنين لابسيننا اتضارات شمس كبيرة ويا زن واقف وهو ماسك جرنان ولابست ايا انت عامل في نفسك كده ليه ايه يا عم متنقر عشان محدش يعرفني سمعلكو يا زون ازايك يا زن عامل ايه اتهزقت النهاردة كمان ايه ده انسألت الادب دي ودي يا زن عامل في نفسك كده ليه يو بقى اروح فين وجي منين يا عم متنقر ايه بس الجرن كلها بتصبح عليك يو دايما كده كسر بنفسي اهو يا عم قلعت النظارة وكمان الطقية عجبك كده ايوة ايوة كده شكلك احسن وفجأة وهم بيتكلموا خرج يونس ومشوا وراه واشوية يونس قلع القميس وقعت بالفانيلا على الرصيف ايه ده هو الواد الجنن ولا ايه ايه ده صح تقريبا كده الجنن استنى بقى لما نشوف اخرتها ايه الحق يلا الحق ده بيشحط يا ابن الايه يونس وانا اللي فكرتك بتشتغل يا سلام معقول الفلوس دي كلها من الشحاتة شوف بقى اي حد معدي ياخد منه ود ايه وراه ياسين ويزن وقفوا قدام يونس افاشتك ايه ده ايه انتو انتو بتعملو ايه هنا ها ايه اللي جابكو هنا بنشوفك وانت بتشحت دي اخرتها ياضي يا يونس دي اخرتها يعني متخرج من كلية عشان تشحت يوه هو انا لقيت شغل وقلت لأ وبعدين اصلا بقى الشغلانة دي بتكسب احسن من اي شركة انا مبارح اخدت 400 جنيه في اليوم تخيل بقى شوف بقى في الشهر هيبقى كام اتناشر الف ابوس ايدك انا عايز اشتغل معاك قول لي اعملي انا ممكن اقلع عادي المهم اوصل ابوس ايدك هيونس انت عبيت يا لأ ولا ايه عايز تشتغل شحات اكل العش بيحب الخفة يا عم اكل العش مر قوي لا 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 انا مش مصدق عيني بقى انتو ناس عقلة عارفين لو اهلكم عارفوا هيحصل ايه عارفين لو مراتاتكم عارفت هيعملوا ايه وبعد وقت كانوا التلاتة قاعدين على الرصيف ويازم بيغني شحة ومد ايده وكسر خطره حرام اه لا بجد طب ما تقوموا رقص احسن هتجيب فلوس اكتر ملكش دعوة بيا كل واحد وليه اسلوبه في الشحاتة انت ملك يا عم بس انتو هو الناس بتبص عليكم هتبوزوني الشغلانة اه اه يونس الطيب اهو عمالي فيها طيب اوي وغلبان اه طيب على اقل هو احسن منك والله دلوقتي بقى يونس احسن مني طب لعالمك بقى احنا اللي بوزن عرض الازياء يا يونس يخرب بيتك اخرص يلا ايه بجد وعملتم ايه تاني احكي عادي عادي اللي فات مات ويزن بيحكي عن اللي عملوه وهو بيتحك ويونس عامل نفسه بيتحك معاه ويونس وقف بعد كده وياسين قال له ايه يا عم رايح فين هروح اشتري اكل طب بقولك يا لا هاتلي معاك كشري نفسي في قوي من عيني وانا جعان الودا اكل كبدة وانا مكلتش حاجة بس كده ده انا اجيب لكم اكل واجيب لكم الحلويات وشيبسي وحاجات حلوة كتير كل حاجة انت صاحب جدع قوي ايوه عيبة عليك ويونس لبس هدومه ومشي وراح عالبيت وفي الشقة كانت قاعدة اسراء ومعاها فاطمة وكمان زاد ازايكم يا كاتاكيت عاملين ايه الحمد لله ايه يا يونس رجعت بدري ليه في حاجة ولا ايه اه حاضل اول واحكي لكم اصلا انا مش مصدق مش قادر يصدق نفسي من اللي شوفته انا مصدوم بجد معقول معقول يعمله كده هو فيه كده اتجوز علي صح ايوه انا كنت حاسة كنت عارفة انه هيعملها الجزمة ده بس يا بيت بقى استني في ايه يا يونس اللي حصل البهوات شفتهم قاعدين على الرصيف في الشرع وتمبه يشحته مش معقول والشركة اللي شغالين فيها اه شركة اصلابوا ياسين ترادهم عشان هم مش وش الشغل لا 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 انا مش مصدق نفسي حد يعمل كده في نفسه معقول تعالا وديني ليهم عايزة شوف الموقوس ده والله الاضربه الجزمة الحيوان ام يلا وديني ليهم حاضر يا فاطمة ايدي شوية وزات عمالة عيط انا انا مش مصدقني ياسين يعمل كل ده ازاي شحط ايش تغل شحط لا 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 مستحيل ازاي ياسين تعمل فيا كده ازاي واسراء طبطبط على يونس حبيبي ربنا يخليك ليا يا عائل مفيش منك اتنين اهو بحاول اكون كويس يا اسراء ربنا يبعد عننا بقى الاصدقاء السوق يا رب يا حبيبي يسمع منك ويونس اخد البنات وشولهم على المكان اللي قاعد فيه يازن وياسين لله لله حسنة قليلة تمنع بلاو كتير دي مراتي بتخسل كلا وعليها عايل على رجليها ما بتعرفش تتحرك ولا دراعها دراعها مقطوع وباشلولة وبقاعة تمام معوج لله 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 بنا منساك تالك انا مش باشحة يا انسة اه انا بس فلوسي وقعت مني في الشارع وعايز اروح انا ابن ناس وجعان قوي انا كمان جعان قوي مع كيس صندويتش يا انسة لا والله معيش يا جدعان مراتي مشلولة حد يلحقني يا جدعان عايز اي فلوس عايز اعملها العملية حرام ايه ما عندكوش دم وفاطمة مسكت توبة من الارض ودربته بيها ده انا مشلولة انا هوريك الشلال الرعاش خد بقى اوه يا خرب بيتك استنى وعايز تكل كمان يا حبيبي خد وكل واش بقى اوه عرام عليك فيها فاطمة وراحت خبطته بالتوبة تانية على دماغه اوه يا خرب بيتك الحقون يا جدعان فتح الدماغي الحقون يا بقى انا انا مشلولة انا في عايل على رجلي هو انا اصلا حملت يا خرب بيتك بقى انا انا دراهي مقطوع انت تجننت يلا اه انت مش هايفة ولاي مدرحة مقطوعه اوه يا جزمة طب خد بقى يا خرب بيتك وزات ماسكة عصاية وابتدرب يا سين اللي بيجري منها وهي وراه انا انا جوسي شحات تعالى طلقني طلقني على فكرة بقى اخوكي كمان شحات وهو سبب اصلا اخرس يا كداب انا اخوي احسن منك ميت مرة بتفتري عليه طلقني وفاطمة وهي بتحدف الطوبة جاد في راس واحد اه يا خرب بيتك انت بتعملي اولية انا انا اسفة والراجل كان هادرب فاطمة ويونس دخل ولسه بيدربه ايده جاد في واحد تاني اه الهبل ده وتقلب الشارع وكانت الخناء كبيرة وكله بيدرب في كله واخيرا وصل البوليس واخدهم في البوكس وفي مكتب الزابط باس مش عايز اسمع صوت وسكتوا كلهم والزابط قال واحد بس اللي يتكلم ويفاهمني ايه اللي بيحصل وقربت ستة خينة منه بصي يا خويا العيال دول شحاتين وحتى البت دي هي والبت التانية المسخوطة دي مسكوا فيهم وبعدين ضربوا الناس انا مسخوطة ايوة مسخوطة وقزعة كمان سكوتي بقى ما كمل بس والناس تلمت بقى ويعني العيال دي كاب بتشهت وغلابة ليه يعني فتوات يا حضرة الزابط الوادي المتخلف ده يبقى جوزي ولسه عارفة انه بيشتغل شحات قلت ربي يعني ايه المشكلة يا سلام تومي تفتحي دماغه كده جوزي وانا حرة فيها باشا وبعدين هو مهندس وايه اللي بيشتغل في شركة ايه بقى اللي خليه بقى شحات ضربوني ضربوني يا باشا ضربوني بس على فكرة بقى انا مسكتش اه انا شتمتم جمد قوي على فكرة يا فرحة امك بيك مش عيب عليك تكون مهندس وتشتغل شحات ايه زابط ايه زابط في ايه ركز معايا كده يعني انا لقيت شغل وقلت لا ضور يا اخويا بدل ما تمدي ايدك وتاخد من فلوس الناس الشقيانة شفت يا باشا كان ليا حقرب يور لقى بقى انا مش عايزة اسمع صوتك وانت اه انا كنت بتخني انا عمراتي والناس اتدخرت ما بيننا ام ام لو سمحت هاتلي مأزون عشان هتطلق منه حالا ودلوقتي لا يا شيخة وانت فكرة نفسك قاعدة في الفندق اللي هاتلي مأزون دي هم ما تلمي نفسك لو سمحت حضرة الزابط ما تزعقش الامراتي انا بس اللي زعق لها ما تقدرش تزعقلي اصلا كده وكده انا اقدر يا امر ما تكلمنيش عشان مخصمك ايه القرف والتلزيق ده يا شويش يا شويش ايوا يا فندم خدهم كلهم ع الزنزانة تحت اما نشوف اخرتها معهم بقى تمام يا فندم وفيه الزنزانة ما تزعلوش يا بنات انا اطلقكم منهم واجوزكم احسن منهم كمان دي عيال معفمة احنا اللي معفنين انت السبب اصلا في كل ده ورحت وقلت لهم كمان كما تدين تدين زي ما خربتم موضوع الشركة وكمان عرض الازياء انا كمان لازم اردها كنت عارف انك سمي يا ضعي يونس اه اكسم بلاي كنت سم انت اللي بدأت اه يا سوسة يا سخن انت بقى انا انا جوزي شحات مش مصدقة ليه ليه بتشحط يلا ها ليه اشتغل اي شغلانة تانية اترفت قولي ما خلاص بقى بتبطة مش فتحت اتماي ورتحتي ايه لعرف ده اهدوا بس يا بنات دلوقتي اسرقت جيب محامي واتخرقكم من هنا وتيجوا عندي بقى البيت وانا هصرف عليكم ها 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 وهتصرف منين يا اخويا انت مالك انا هشتغل لا يا يونس انا اللي هشتغل انا هعمل مشروع ايه ده مشروع ايه بطوت هبيع ما لبسها النت اه طب ما تفرج في الشرع بقى هدوم واتبيع احسن ايه ده انت بتتريع حتى لو عملتها هيكون احسن من شحاتها اي شحات بقولك يا لأ انا سميك شحات بدل يزن ماشي يا شحات تمام مش هرد عليك عشان انا خلاص هطلعك واخد الشقة واتجوز فيها هم نعم يا اخويا الشقة من حق الزوجة ده في الافلام يا اختي لكن في الحقيقة الشقة من حقي لا ده انت كده بقى عايز تتدرب كمان مرة ومسكته من راسه وضربته جامد وهو وقع على الارض اه بقى اه تعبت حرام عليك مبقاش فيه حتة سليمة فاكرني يا اخوي اهب لو هيدحك علي ده انا فاطمة فاطمة كيب والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى هيشتغلوا ايه تاني وايه المصايب اللي هيعملوها وده اللي هنعرفوا ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة اشتركوا في القناة